ضع لقرنفل مع الليمون في هذا المكان قبل النوم سيجعلك بقوة مئة حصان كل ليلة حتى لو تجاوز عمرك ستين عاماً سوف تستعد شبابك وشاهد ما الذي سيحدث في جسمك بعد سبع أيام مفاجأة صحية ستغير حياتك ولكن في البداية عزيز المشاهد سنطرح عليك بعض الأسئلة لذا أنصد جيداً وشاركنا في التعليقات إذا كنت تعاني من أحد هذه الأمراض وهي الإصابة بمرض السكري وخصوصاً مرض السكري من النوع الثاني أو مصاب بأمراض القلب أو الشرايين وهل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ وماذا عن التهابات الكبد وحصوات الكلا؟ وهل تعاني من مشاكل في القولون والمعدة ومشكلة انتفاخ البطن؟ وهل تعاني من أمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية وضيق التنفس؟ وهل تعاني من مشكلة حب الشباب وتساقط الشعر؟ وهل تعاني من التهابات في المفاصل أو هشاشة العظام؟ أو الألم في الأسنان والتهابات في اللثة؟ وهل تعاني من الوزن الزائد وترغب في التخلص منه بدون تمارين رياضية شاقة أو نظام غذائي صارم فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على طرق علاج كل هذه الأمراض فقط باستخدام مزيج القرنفل مع الليمون فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ولكن قبل أن نبدأ وفضلاً وليس أمراً صلي على النبي ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب حتى نستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت القرنفل أو الليمون ولو لمرة واحدة اضغط لايك وأشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحباً بكم من جديد القرنفل وما أدراك ما القرنفل من منا لم يسمع من قبل عن فوائد القرنفل الصحية والمفيدة للجسم والتي منها تخفيف ألم البطن وعلاج الضغط المرتفع وتنظيم مستوى السكر في الدم وعلاج قرحة المعدة وزيادة هيرمون التستستيرون وعلاج حصوات الكيلة وعلاج التهاب وتضخم لبروستاتا والمساعدة في علاج مشكلة الضعف لدى الرجال والنساء فماذا لو أخبرتك الآن أننا سوف نعزز هذه الفوائد إلى عشرة أضعاف فكيف ذلك؟ كل ما عليك فعله هو أن تعزز فوائد القرنفل بإضافة الليمون إليه لذلك قررنا أن نحضر لكم وصفة صغيرة لا تكلف شيء ومفعولها كبير على الصحة وسوف تحتاجها دوماً وللأسف يجهلها الكثير من الأشخاص على الرغم أنها متوفرة في كل منزل رخيصة الثمن مفعولها مذهل على الصحة خصوصاً إذا كنت مصاب بالتهاب البروستاتا أو الضعف أو أمراض القلب أو التهابات الكبد أو الضغط المرتفع أو إذا كنت مصاب بالزكام أو الحمى أو ألم في الصدر خصوصاً مع هذا الوباء المتشر في لاوينة الأخيرة فأنت بحاجة إلى هذه الوصفة من الآن يجب أن تنتظم في تناولها فهي واقية للجسم ومفيدة للصحة العامة سواء إن كنت صحيح لا تشكو من الأمراض أو كنت مصاب بمرض مزمن مثلاً مرض السكري بنوعيه أو الكوليسترول أو ضغط الدم وأمراض القلب أو التهابات الكبد أو حصوات الكلا أو العقم خصوصاً للرجال والنساء فهذه وصفة ممتازة لك وستحميك من كل هذه الأمراض هذه الوصفة تتكون من مكونين فقط هما لقرنفل والليمون كيف نحضر مزيج لقرنفل مع الليمون في المنزل؟ المكونات حبتين ليمون خمسة فصوص من لقرنفل كوب ماء مغلي ملعقتين عسل نحل طريقة التحضير قم بأخذ حبتين الليمون وقم بعد ذلك بعصرهم في كأس مع إضافة نصف كوب من الماء المغلي ومن ثم قم بإضافة خمس حبات من لقرنفل وغطي الكأس جيداً وتركه لفترة عشر الدقائق وبعد ذلك انزع الغطاء وقم بتصفية الكوب من حبات لقرنفل الموجودة فيه وقم بإضافة ملعقة عسل للتحلية وتناول هذا الكوب دافئاً يفضل استخدام هذه الوصفة قبل النوم بساعتين ماذا سوف يحدث في جسمك عندما تتناول مزيج لقرنفل مع الليمون؟ علاج البروستاتا يعرف سرطان البروستاتا بأنه الطراب يؤثر على الرجال مع تقدمهم في العمر حيث يسبب سرطان البروستاتا عدم القدرة على التبول وألام في العظام والمفاصل وهناك العديد من العلاجات الطبيعية التي تخفف من تلك الأعراض منها مزيج لقرنفل مع الليمون ويعد مزيج لقرنفل مع الليمون واحداً من أفضل المطهرات ومزيلات للالتهابات لذا فإنه يعالج البروستاتا بفعالية حيث يمكن اللجوء إلى تناول هذا المزيج بصورة شبه يومياً إلى أن تصبح الحالة أفضل كل ما عليك فعله هو أن تغلي حبة ليمون مع ثلاثة أعواد قرنفل لمدة ثلاثة دقائق في ربع لتر ماء وبعد ذلك قم بتصفية المزيج في كوب فارغ وتحليته بملعقة عسل نحل ومن ثم تناوله مباشرة وهو ساخن ويفضل تناوله قبل النوم بثلاثين دقيقة فيتمتع مزيج الليمون والقرنفل بالكثير من مضادات الأكسدة التي تخفف من نمو الخلايا السرطانية وبالتالي فإن مزيج القرنفل مع الليمون سوف يساعد في التقليل من أعراض التهابات وتضخم لبروستاتا تنقية الجسم من السموم يمكنك الاعتماد على هذه الوصفة لتنقية الجسم من السموم لأن مزيج القرنفل مع الليمون يساعد جسمك على تنظيف الكلا والجهاز الهضمي والكبد والغدد الليمفاوية ومن الجدير بالذكر أن مزيج القرنفل والليمون يقوّل مناعة بشكل عجيب وذلك لأن القرنفل يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات وعند إضافة الليمون إليه يعزز نسبة فيتامين سي وهذا الفيتامين يساعد على تقوية الجهاز المناعي ويعزز من قدرة الجسم على مكافحة العدوى وكما أن مزيج القرنفل مع الليمون له دور أساسي في تسكين آلام البطن وتطهير الأمعاء من البكتيريا الضارة ويرجع ذلك السبب إلى محتواه العالي من مضادات الأكسادة التي تساهم في تخفيف التهابات الأمعاء وتهيج القلون ونجد في بعض الأحيان العديد من الأشخاص عندما يستيقظون صباحاً بأن لديهم شهية طعام مسدودة وليستطيعون حتى تناول وجبة الإفطار في الصباح فيمكن أن تحضر مشروب القرنفل مع الليمون وتتناوله على الريق سوف يساعد في رجوع الشهية بالتدريج بعد أيام من تناوله وكما يساعد أيضاً مزيج القرنفل مع الليمون على فقدان الوزن لأن مضادات الأكسادة الموجودة في هذا المزيج تساهم في رفع معدل حرق الدهون المتراكمة في الجسم ولكن للاستفادة من هذا المزيج لإزالة الكرش وحرق الدهون يجب أن لا تقوم بتحليته بالسكر الأبيض أو العسل رغم أن طعمه سيكون مر ولكن نحرص على عدم تحليته حتى لا يكتسب سعرات حرارية إضافية ومع العلم أن هذا المزيج ليس للشراب فقط فيمكن أن نأخذ خليط القرنفل مع الليمون ونضع به قطعة من القطن النقي ونقوم بتدليك البشرة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد فقط قم بتمريرها على الوجه فهذا المزيج يساعد على تنظيف المسام في الجلد من الشوائب العالقة به ما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية ويستحب كذلك استخدام هذا المزيج كمضمضة للفم فهذه الطريقة من العادات الصحية التي تقلل من فرص الإصابة بتسوس الأسنان والتهابات اللثة وكما أن شرب مزيج القرنفل مع الليمون يساعد في التخلص من رائحة النفس الكريهة في الصباح عن طريق مكافحة البكتيريا الفموية كم مرة يمكن أن نشرب مزيج القرنفل مع الليمون في الأسبوع؟ يمكن استخدام مزيج القرنفل مع الليمون ثلاث مرات أسبوعياً واحرص على تجنب تناوله يومياً لأن له بعض التأثيرات السلبية على الصحة عند الإفراط في تناوله مثل ارتفاع ضغط الدم لمن يعاني من ضغط الدم المرتفع لذلك يجب علينا الاعتدال في تناول هذا المزيج الصحي حتى لو كان مفيد لأن الشيء إذا زاد عن حده سوف ينقلب إلى ضده ماذا سيحدث في جسمك عندما تتناول القرنفل يومياً؟ يعتبر القرنفل من أبرز العناصر الطبيعية المفيدة ويزخر القرنفل بالكثير من الفوائد الصحية ويستخدم في علاج الكثير من المشاكل ومنها تعزيز جهاز المناعة يعتبر القرنفل من أهم الأعشاب الصحية التي تدعم صحة الجهاز المناعي وذلك لأنه يزيد من كميات خلايا الدم البيضاء في الجسم وبالتالي يعمل على تحسين قدرة الجسم على محاربة الالتهابات وكما أن القرنفل يحتوي على نسبة عالية وجيدة من فيتامين سي الذي يساعد على مقاومة العدوى التي تهاجم الجسم وبالأخص الأمراض الموسمية والفيروسية مثل الزكام والسعال والحمى والربو فيمكنك أخذ ملعقة عسل صغيرة مع نصف ملعقة من القرنفل المطحون وتناولها وقل وداعا للسعال علاج مشاكل المعدة يقوم العديد من الأشخاص باستخدام القرنفل من أجل التقليل من مشكلة تقرحات المعدة حيث تعود فائدة القرنفل في ذلك من خلال دوره في زيادة سماكة المخاط الذي يحمي جدار المعدة مما يقلل من مشكلات التقرحات بشكل فوري تخفيف آلام الأسنان من أهم فوائد مضغ القرنفل الصحية هي تسكين الألم ومن أبرز هذه الآلام هي ألم الأسنان وينصح بمضغ حبام القرنفل أو وضع فص من القرنفل كاملا كما هو على مكان السن الذي تشعر فيه بالألم ليصل المفعول مباشرة ويجب العلم أن القرنفل لا يعالج مشكلة تسوس الأسنان بل هو يسكين الآلام لفترة محددة لذلك يجب مراجعة الطبيب لعلاج المشكلة قطعا وعدم الاستمرار في مضغ القرنفل لأن زيادته عن الحد تتسبب في النزيف والحساسية علاج الغثيان يصاب العديد من الأشخاص بالغثيان الصباحي وهي مشكلة صحية شائعة يمكن أن تنتج عن العادات الغذائية الخاطئة أو الإصابة ببعض الأمراض ويمكن علاجها مؤقتا بمضغ فص من القرنفل مما سوف يجعلك تشعر بحال أفضل إلى أن تذهب إلى الطبيب إنعاش رائحة الفم يساعد مضغ القرنفل في إنعاش رائحة الفم والتخلص من الرائحة الكريهة كما أن للقرنفل خصائص مضادة للبكتيريا واللويحات وبالتالي فإن مضمضة الفم بالقرنفل سوف يضمن لك الحفاظ على صحة الفم ونظافته أضرار القرنفل يجب الانتباه والحذر لأن القرنفل يتفاعل مع بعض الأدوية المتناولة لتخثر الدم وبالتالي عليك تجنب تناوله في حال كنت تتناول أدوية تعمل على تخثر الدم وكما يجب الحذر أيضا لأن التناول القرنفل بشكل مفرط يسبب انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم الأمر الذي قد يقلق معظم الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الأول فيجب الحذر والانتباه وأما عمن يتناولون القرنفل بسبب ألم في الأسنان فيجب أن ينتبهون أيضا لأن من الممكن حدوث نزيف باللثة والأسنان في حال الإفراط في تناول القرنفل فلذلك يجب عليك فقط أكل القرنفل لتسكين ألام الأسنان إلى أن تذهب إلى الطبيب في صباح اليوم التالي وأما عن استخدام القرنفل فيمكنك إذا كنت تعاني من مشكلة تقرحات المعدة بشكل كبير فيمكنك أخذ ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون ثم تقوم بوضعها في كأس ماء مغلي ولا تقوم بغلي القرنفل فقط خذ كأس من الماء المغلي ثم قم بوضع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون ثم تركه لمدة عشر دقائق إلى أن يصبح الماء لونه أحمر تقريبا مثل لون القرنفل ثم قم بتصفيته وشربه لمدة سبعة أيام بمقدر كأس واحد يوميا على الريق مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء